عادل أثنين رغم الإعاقة استطاع فعل ما لم يفعله إنسان سوي حياته عبارة عن سلسلة محا تولت عليه المصائب لكنه لم يستسلم بل ثابر وصبض في وجه كل عوائق وستطاع تجاوزها في الأخير مهما تحدثنا عن عادل لن نفي حقه فقد تزاوز حدود الإبداع شخصيا تعرفت عليه مؤخرا ولم أتأثر بقصته أكثر ما جعلته قدوة يحتدى به فروحه المرح وقلبه النقي والطاهر الذي لا يعرف الحق ليس له مثيل معارك الدكتور عادل أثنين لا تنتهي فقد واجهته محنة جديدة حيث اكتشف أنه مصاب بالمرض الخبيث رغم نظرته الإيجابية فقد أثر فيه هذا الخبر لكن تزاوز ذلك وبدأ جولة أخرى من الصراع مع مصائب الحياة للقضاء على هذا الدعم وتابع علاجه بمستشفى الحسن الثاني بفاس بعد أشهر وسنوات من العلاج جاء الخبر الذي كنا ننتظره جميعا فعندما التقيت بعادل كانت الفرحة بادية على محية كاد أن يحلق من جدة الفرح رافعا شارة النصر معلنا بذلك انتصاره على المرض الخبيث وقد سانده كل الرفاق على رأسهم محمد غلط ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر